مشروع وطني لبناء المدارس يشمل جميع المحافظات وكانت أيضا رؤيتها بحالة إلى الشركات الصينية ضمن هذه الاتفاقية بالتأكيد كان هناك تنسيق واجتماع الخطوة الأولى هو الأمانة العامة كلفت المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بإعداد هذه التصاميم أعدت دعش تصميم عالمي اللجنة العليا صادقة على ثلاثة منهن 12 و18 و24 صف بابتدائية وعدادية ومتوسطة كان أيضا هناك التوجه المرحلة الأخرى للمحافظات حبيش تكليف المحافظات ومديريات التربية بالمحافظات لاختيار قطع الأراضي ألف قطعة في عموم المحافظات تم اختيارهم كامل التوزيع صار على أساس النسبة السكانية نسبة الكثافة السكانية لكل محافظة وكذلك الأخذ بعين الاهتمام المدارس لات الدوام الثنائي والمزدوج والثلاثي وأيضا موضوع المدارس الطينية بالتنسيق ووزارة التخطيط ووزارة التربية بالتأكيد ووزارة التربية هي سيد وزير التربية هو عضوب اللجنة أساس وأيضا مديريات التربية فتم اختيار القطاع وتحديدها على شرط أنه كان شرط من الأمانة العامة أن تكون هذه القطاع ما عليها مشاكل فيما بين القطاعات حتى إحنا من يجي ندخل في كتابنا وكتابكم وإشكالات قانونية ويأخر المشروع صارت الرؤية توصلنا إلى كافة الحيثيات تم تجهيز كل ما يتعلق بالمشروع فقط أيضا كان هناك يمكن ستة أشهر وإحنا مباحثات مع الشركات الصينية الحكومية طبعا إحنا الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية مع الشركات رسمية تم توقيع العقد بحضور سيد رئيس مجلس الوزراء 15 عقد توقعت مع شركتين Power China و Sinotic وعلى الفور بعد تم توقيع العقد هذا بيسقف زمنين؟ سنة ونص إلى سنتين المرحلة الأولى إحنا 8000 هذا المشروع الوطني 8000 مدرسة المرحلة الأولى ألف في موازنة 21 برنة ستة شرية يمكن بهذا المشروع؟ لا إحنا نحسب من تاريخ توقيع العقد واستلام المواقع والمباشرة إحنا الآن في مرحلة أكثر من 30 إلى 35% تم حفر الأساسات بقية القطع الأراضي أيضا جار العمل تم نصب المعدات وإيضا تم تهيئة بوادر فنية على 2024 دخلنا الخدمة؟ إن شاء الله رح تدخل الخدمة لكن نحن بالـ 22 الخطة الحكومة حالة 3000 مدرسة الآن تقريبا وصلنا إلى مراحل متقدمة في إعداد قطع الأراضي أستاذ حيدر هيتخص مثلا المدرسة والثالث هذه المدرسة؟ مدرسة كاملة تسليم مفتاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر